اشتركوا في القناة هذه الفترة النهاردة كمان حيشرفنا ونوارنا في الستوديو في النص التاني من حلقة اليوم أستاذ الكبير والناقض الرياضي الكبير أستاذ محمد القوسي عشان نتكلم باستفادة في العديد من الملفات كمان نستانيين تفعلكم معنا من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة سواء فيسبوك تويتر أو انستجرام سؤال الحلقة النهاردة توقعاتك للمباراة الودية اليوم أولى سعبالات المنتخب المصري لبطوط الأمور الأفريقية أمام تنزينية توقعاتك النتيجة ممكن تكون كام المنتخب سيعمل إيه هنتفاعل مع حبلاتك أخلال حلقة اليوم نشوف ردود أفعالكم على صفحات قناة الأهلي المختلفة قبل ما نخش في أهم القضايا وأهم الأخبار النهاردة خلينا نروح نشوف أبرد العالمين يلا بينا موسيقى فرانس فوتبول تختار الخطيب وبتركة ضمن أفضل 30 لاعب في تاريخ إفريقيا موسيقى قانونية الأهلي تجتمع اليوم من مناقش التطورات أزمة الدوري والقيد موسيقى أحمد أكرم سباح الأهلي يفوز بزهبيت بطولة كاليفورنيا الليلة المنتخب يخود ودياتها الأولى أمام تنزانيا استعدادا لكأس الأمم موسيقى منتخب الجزائر مهدد بالاستبعاد من أمم إفريقيا موسيقى الاتحاد الأفريقي ينظر التماث رفع الإيقاف عن جهاد جريشا غدا موسيقى موسيقى الإعلان عن جدول الدوري الإنجليزي في الموسيقى الجديد موسيقى 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 امتى والنادي ده عنده ماتش امتى طب ايه ده اصلا احنا ما كنش نعرف ان النادي مثلا الاهلي كان عنده ماتش بفتولة افريقية اصلا الزمالك كان مش عارف عنده ايه فكان عايز يأجل الكلام ده مش موجود عندهم خالص ما يجيش مثلا يقول لك اصلا منشستر سيتي عايز يريح شوية قبل المباراة التانية بتاعت الاياب في دور الثمانية مثلا من الشامبينز ليج اصلا مثلا توتنام مش عارف عندهم ظروف ايه فمع عالش هنأجل شوية ونأجل الماطش مرتين والكلام اللي احنا ممكن نكون بنشوفه دلوقتي في الدور المصري يعني واحنا على فكرة الدور المصري لسه مخلص يعني دور مصري لسه هيخلص مفروض يعني على بعد بطولة الامر افريقية يوم تلاتين سبعة دي الصورة طبعا ويقال خاصة بماتشات تبانشستر سيتي في بطولة الدوري الانجليزي وكمان حيكون بعديها ادي ماتشات ليبربول في بطولة الدوري الانجليزي بالكامل في تمانية وتلاتين اسبوع عليهم كلهم متحدد شهر كذا وشهر كذا واغسطس ونوفمبر ويناير وفبراير وكله كله فالناس دي في الحقيقة ما بتهزرش خليب اقول لكم ايه الجدول عندهم بيحطوه ازاي اصلا ازاي بيفكروا يحطوا جدول للمباريات في بطولة الدوري الانجليزي عشان نتعلم ما فياش حاجة ما فيش اي مشكل مش عيب خالص انك تتعلم لازم ان انت التحول تطور من نفسك وليازم تتعلم في اي مهنة بشكل عاد فالتحاد المصري اللي كرة القدم ولاجنة المسابقات بالتحديد يعني يتعلموا حاولوا ان انتوا تشوفوا الطريقة بتبقى ازاي برف مش الدوري انجليزي بس كل الدوريات بس الابرز طبعا دوري انجليزي انه هو اقوى دوري في العالم واكتر دوري منظم على مستوى العالم هم هناك ايه اقا عاملين رابطة الاندية المحترفة الرابطة دي هي اللي بتبقى مسؤولة عن بطولة الدوري رابطة الاندية المحترفة الانجليزي وظيفته ايه بيشرف بس على البطولة بتاعته اللي هي بطولة الابتحاد الانجليزي وبشرف على المنتخبات والمشاكل الخاصة بالمنتخبات وكل هذه الأمور لكن فيما يتعلق ببطولة الدوري في رابطة للأنديها المحترفة هي اللي بتنظم هذه البطولة عندهم بقى راجل كده اسمه جيليان تومسون ده زي كده الحاجة عامر حسين عندنا اللاي عينه زيه بالضبط كده ده الراجل ده خبرة كبيرة قوي وبيحط جداول البطولات بطولة الدوري الانجليزي من سنة كام؟ من سنة 92 يعني من زمان قوي يعني من حوالي 27 سنة هو بيحط بطولة الجدول البطولة الدوري الانجليزي وهو المتخصص في هذا الأمر بالتحديد جيليان تومسون ده بيعمل ايه بقى؟ بيعمل في الأول بيجيب الأندية اللي حتشارك في البطولة الدوري السنادي الأندية اللي صعدت خلاص بيتحطهم على الأندية الموجودة أصلاً وكملت في البطولة الدوري بعد المسم المنقضي وبعدين بيحط أسماء هذه الأندية على ايه؟ على الكمبيوتر على السيستم فيه سيستم كده معين خاص ببطولة الدوري انجليزي والجدول والجدول المباراة بيتحط عليه الأسماء دي والكمبيوتر ده عتاكل عندنا منه على فكرة يعني عتاكل موجود في التحدي المسر الكورت الكانومي يعني مفروض ماشي؟ بعد ما بيحطوا الأسماء بيحطوا ايه؟ بيقول لك فيه توقفات للفيفا يعني الرجل تومسون ده بيبلغ السيستم بتاع التحدي الانجليزي أو عفوا بتاع ربطة الاندية الانجليزية ونزام وضع بطولة الدوري بيبلغوا بيقولوا احنا عندنا توقفات دولية طبع الفيفا حتكون من كذا لكذا ومن كذا لكذا ده خلال فترة بطولة الدوري وكمان عندنا ارتباطات في بطولة دوري أبطال أوروبا والأوروبا ليك عندهم أندية طبعا في الدوري الإنجليزي بيشاركوا في البطولتي دي في البطولة دي وفي البطولة دي فبيبقوا عارفين أو هم بيبقوا عارفين المواعيد طبعاً من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدر فبالتالي بيبلغوا هذه المواعيد وبيحطوها على السيستم وبناءً عليه بيتم وضع الجدول بعد كده بيشوفوا إيه؟ بعدما بيحطوا الجدول بعدما خلاص بقى حطوا الجدول بتواريخه بيشوفوا الفراغات المبين الجدول إيه؟ عشان فيه بطولتين تانين في إنجلترا بطولة الاتحاد الإنجليزي وبطولة ربطة الأندية المحترفة بطولتين بيتلاعبوا كمان بخلاف الدور الإنجليزي وأكيد كلكم عارفين ومتابعين طبعاً يعني الدور الإنجليزي مفيش حد مش متابع الدور الإنجليزي بيشوفوا الفراغات دي ممكن تكون الأيام المتاحة للبطولتين دول بتكون إيه؟ وبعدين بيتم وضع فيهم المباريات اللي تلاعب فيهم الخاصة دي البطولتين دول وبعد كده بيحاولوا إنه هم يراجوا عشان يشوفوا لو فيه أي تضارب أو فيه أي مشاكل يحاولوا يعالجوها بدري بدري يعني كده من الأول هو إحنا بنحط الجدول وبنحط نشوف المواعيد الدولية الخاصة بأجنتد الفيفا وبنشوف كمان استباطات الأندية في البطولات الأوروبية وبعد كده بينزل الجدول مبدئي وبعد كده بنشوف هل فيه تضارب في مواعيد معينة هل فيه مشاكل حصلت ممكن سيستم ده يكون غلط في شيئا ما مثلا يعني عشان يتدركوا الأمور بدري بدري كده بالراحة بالراحة يعني كده من الأول فبالتالي بيبقى إيه؟ بيبقى الموضوع منظم وماشي بسيستم معين وبطريقة معينة ومن خلالها بتظهر بطولة الدوري بالشكل اللي احنا دايما منشوفهم طبعينه بالشكل المميز ده بعد كده الكمبيوتر بيعمل إيه؟ بيعمل الجدول بطريقة عشوائية يعني ممكن أول أسبوع تلاقي أرسنال بتلاعب ليفر فول عادي جدا ممكن تلاقي منشستر سيتي بتلاعب منشستر ينايتد وارد جدا ممكن تلاقي منشستر سيتي بتلاعب توتناء ممكن تلاقي أي فرقتين كوبارتنجلترا بيلاعبوا بعض عادي بيبقى فيه اختيار عشوائي للمباريات من قبل السيستم يعني انت بتحط زي ما قلت الحضارة كل كده وبعد كده يقولك إيه؟ أدي الجدول وأدي أول أسبوع المباريتين دول أو المباريات دي هتبقى في أول أسبوع والأسبوع التاني وكذلك 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 وبعدين لو فيه أي مشكلة معينة أو فيه تضارب مثلا في معايد معينة بيتم إبلاد السيستم بالتضارب ده ويتم طبعا التنصيق مع كل الأجهزة بس قبل ما نفك مع كل الأجهزة بيشوفوا التضارب ده هيكون ماشي إزاي ولو عايزين يأجل مباراة لحاجة بيحاول أن هم يأجلوها وده طبعا بيرتبط بجميع كل المباريات الأخرى حوالي 40 مباراة أخرى تبقى عايزة تنصت ما بينهم لكن هم دائما بيعملين حسابات لبداية الدوري عشان الدوري لما يبتدي كويس بيستمر كويس لكن لو الدوري ممشيش بداية بشكل جيد بيبقى عارفين أنه حيبقى فيه مشاكل بعد كده وإحنا عندنا تجرب على طول العيشينها يعني في مصر هنا للأسف في الناحية الكروية بالتحديد عدم انتظام في بطولة الدوري العام ولكن تتخيل أن حد دلوقتي بطولة الدوري ما خلستش وبقالنا سنة في الطولة يعني سنة كاملة سنة ميلادية كاملة في الطولة مش موسم كروي سنة ميلادية كاملة في الطولة يسا ما خلستش كمان بيعملوا ايه بيعدوا تخيل بقى بيعدوا مع رابطة المشجعين ممثلي رابطة المشجعين للأندية المختلفة رابط المشجعين بشكل عام يعدوا معاهم يقولوا لهم لو في أي ملاحظات ليهم عادي جدا يشوف ملاحظات ايه وممكن نحاول نتناقش معها كمان بيتواصلوا مع الأجهزة الأمنية بشكل مميز من بداية الأول تقول لي الدنيا احنا عندنا مباريات كذا لو عندك أي تعاليك مثلا في المعدة في حاجة معينة قول عليها عشان نلحق من دلوقتي نعدل هذه الأمور قبل ما نعتمد رسميا الجدول الجديد لبطولة الدوري كمان بيحاولوا ان هم ايه ما يكلوش مثلا في رئيتين زي لبربول وفيرتول يلعبوا في نفس الأسبوع لما لعبهم ليه عشان ما يبقاش فيه تكدس مروري ما يبقاش فيه تكدس جماهيري لأن احنا عارفين مثلا في ليفر بول في مدينة ليفر بول الغريم التقليدي لهم في هذه المدينة هو إيفيرتول الملعبين جدا من بعض بالمناسبة فبالتالي هم بيحاولوا إيه وهم بيحطوا الجدول بيضعوا في الاعتبار ان الفرقيتين دول مش عايزين هم يلعبوا في أسبوع واحد على أرضهم يعني لو ليفر بول تلعب على أرضها مثلا النهاردة يبقى إيفيرتول بتلعب في ملعب تاني بتلعب قوي بتلعب ملعب بره مباراة بره بالنسبة لهم ما تبقاش مباراتهم يعني مش على ملعبهم ليه عشان يتجنبوا أي مشاكل مرورية أي تكدسات جماهيرية ممكن تحصل كمان لما خلص طب يا جماعة ناخد المدخل ده كمان عندهم مشكلة بيحاولوا يحلوا موضوع الأزمات دي من خلال الجزئية اللي أنا قلت لحباتكم عليها كمان فيه قواعد مهمة أوي وهي إيه إن أي فريق ما يبتديش أول مباراتين أول خمس مبارات يعني أي خمس مبارات لأي فريق في بطولة الدوري لازم يبقى عندهم منهم ثلاثة قوي واثنين هوم أو العكس يعني ثلاث مبارات يكونوا على ملعبك ومباراتين مثلا بره ملعبك ما يبقاش مثلا في إيه أن انت ممكن تلعب ثلاث أربع مبارات كلهم على ملعبك وممكن تلعب ثلاث أربع مبارات مثلا خارج ملعبك وکمان يحاولوا ايه يدعها في اسبوعين مثلا م인지ستر سيتي هتلعبwan يونيتد الطبيعي جدا مباراة واحدة ما بين الاتنين لكن في نفس الوقت زي ما وقت لكم مثال بتاع ليبربول وفيرتون decide ما يكونش في نفس اليوم كل واحد عنده مباراة على حدك يعني يكونش مثلا مايستر يونيتدlica بيلعب مباراة مع توتنم في مدينة منشستر ما يكونش مانشستر سيتي بيلعب مباراة مثلا مع ليبربول في مدينة منشستر أيضا لا لازم الاتنين يكون في vibes يعني مش نفس المعادة ما بينهم في المباراة ومش نفس التوقيت في هذا اليوم يعني أمور كتيرة واعتبارات كتيرة في الحياة بيحطوها في المباراة عندك بقى جزئي التكافئ الفرص ويفكروا فيها إزاي إن آخر مباراتين لازم يتلعبوا في نفس التوقيت آخر مباراتين في بطولة الدوري لازم يتلعبوا في نفس التوقيت مش زي عندنا كده تلاقي إيه إن الجادول الكير أو الجادول الجلول الاخيرة بالتحديد وبطولة الدوري تتلعب وناس لعبت وخلصت وبالتالي إيه تلاقي لسه في فرق ما خلصتش كما إحنا شوفنا لسه فرق ما أخلصتش، لكن الجولة الأخيرة و أخر جولتين بالتحديد مش الجولة الأكيرة أخرية كمان compromise أخر جولتين وبطولة الدوري الجيذي تلعبوا في التوقيت واحد ما فيش يظهر في الموضوع بله عشان يقول لك جزئية تكافؤ الفرص ويقول لك موضوع ان ما حدش يعرف نتيجة الفريق الاخر قبل ما حد يلعب مبرارة لان ممكن حد يكون بينافس على الكمة والبعض بينافس على البقاء في بطولة الدوري فعشان يكون فيه تكافؤ الفرص ودي جزئية اتكلمنا فيها مرارة وتكرارة من خصوص الدوري المصري بالتحديد لكن يعني امور عكس كل اللي بيحصل في الدوري المصري كله اطلاقا يعني كله كله بشكل مطلق ما فيش اي تشابه ما بين الدوري انجليزي والدوري مصري خالص لكن ممكن نتعلم يا ريت نتعلم خلينا نتكلم بشكل منفصل مع الناقض الرياضي الكبير يا استاذ هيسم نبيل والصحفي بموقع يلا كورا مدير موقع يلا كورا يا استاذ هيسم مساء الفل عليك مساء خير مساء خير عليك وعلى جميع جميعين اللي اكتب الشاهدات اخبرك كله تمام الحمد لله حمد لله طيب خلينا نتكلم اكيد انت تابعت وشفت كمان جدوى الدوري انجليزي نزل النهاردة وخصوصا معاد بداية البطولة ومعاد انتهاء البطولة والامور تبقى ماشية ازاي وكل هذه الكواليس والاستعداد للموسم الجديد وعملين اعتبرات حتى البوكسنج داي والكريسماس اعداد الكريسماس وكل حاجة تعليقك ايه وتلمدى التشابه بشكل صخر شوية ما بين الدوري انجليزي والدوري المصري لا اوان اصلا 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 تجربة صعبة جدا مجبا مع دوري الانجليزي بحديدا يعني اوي اون ايام لما كنت ايدي كوب بقى يلا صورة ام الكلام ده تقريبا من اصلا احوالي 12 سنة مثلا او 10 سنوات ام فكنت في مرة كده باشوف على بوسل ازاي الوقتي ده كده ام فكنت بتشك كده على دوري الانجليزي فابعطنهم الجواد راسمي وقولهم انا عايز الجدول السادول بتاع الدولة النجليزي اللي حيبدأ الشهر الجاي زي الايام دي كان فبعتولي بعتولي الجدول وتقالولي سوار صعب جدا ها طولي انت بحتاج الجدول دا ولا بحتاج بتاع السنة الجاية كمان فانا متهمتش طبعا ما فهمتش يوم ريو بيتتلمين صغيري الغبط و מאוד ما تعلم لا انا عايز دا هاتولي بتاع الايام دي اللي واحدس لها اللي بشيها الجدول وبعتولي الجدول زي معوق نازل كنا من الوقتي يعني ده من 10 سنوات أو 12 سنوات يعنيه غيرت الكرام بها بنافس المنظر، بنافس المواعيد، بنافس التوحفات، بنافس المرتبطات ودعات الأنبياء خالي قالك ان هم في إنجنسرة تقريباً بيلعبوا خمس بيقنات غير دوري أوروبا والأوروبا ليه؟ تقريباً لك، غير الخناطات المنتخب طيب يعني أستاذ هيسم نصيحتك لاتحاد المصري كورت القدم عشان تفادى كل المشاكل اللي بتحصل خلال الموسم ده وإنه هو إيه مشكلة لما يتعلم من الدور الإنجليزي والسيستم بيبقى ماشي إزاي ووضع الجدول بيبقى ماشي إزاي يا حابب توجه الكلمة تقول لهم إيه؟ أصلحنا موحنا للعجلة، العملية مش اختراع العملية أنت عندك المسكادي والجباعة الجدولات الأساسية معروفة ومسبقاً وارتباطات المنتخب المصروض أو المنتخبات المصروضة أنها معروفة ومسبقاً فبالتالي موضوع وضع الجدول مش بالطعوبة اللي هم بيعملها المدينة ومخليلنا حاكسين إن إحنا في أزمة كبيرة، هم اللي بيعملوا الأزمة يعني النصيحة الوحيدة اللي ممكن تتواجه ليه هي يعني أنه هم يشوفوا شغلوهم يعني كل واحد يشوف شغلو، هو بيعمل إيه؟ بس، لكن هي الموضوحة بيحسرة عجلة يعني الموضوع واضح وبسيط، تتخلي بالك، اللي بيحصل في الموصل ده، ويمكن أنا كتبتاك كثير ويمتاك كثير معروف من سنتين، يعني معروف تغير مواعيد بطولة أفريقيا للأنبية وتغير بطولة أمم أفريقيا من سنتين بناءً على طلب الاتحاد المصري والسلسي والمغربي يعني الموضوع ما فيهوش كل اللبس اللي حصل ده، هم ناس ما شوفوش تغلوهم أو عملوا تغلوهم غلق وجايين يقولوني أنه هوت مستثنائي، لا مش هوت مستثنائي، أنت اللي عملتوه هوت مستثنائي وعلى فكرة استثنائي على بعض الفرق، والفرق الثانية مش استثنائي خالص يعني فهو الموضوع كله هو منظومة مش عارفة كثير ومصممة إنها بتعرف كثير، هي دي المشكلة بشكرك يا أستاذ هايثم شكراً جزيلاً، طبعاً أستاذ هايثم نبيل مدير تحرير موقع يلا كورا وكان بيحكي على تجربته مع الاتحاد الإنجليزي وبخصوص طبعاً جدوى الدور الإنجليزي ونصيحه للاتحاد المصري عشان يعرف ينظم بطولة بشكل مميز وعشان يتفادى المواسم الاستثنائية لأن احنا عارفين إن دايماً فيه مواسم استثنائية متكررة والموسم الجاي كمان حيكون استثنائي، فعني أمور كتير جداً بالمناسبة مناسبة بطولة الدور الإنجليزي، خليني أقول لكم أن أول أربع أسابيع فيه مباراة ضرب نار يعني فيه مات شطة قوية جداً أول أسبوع هيكون ماتش ما بين مانشستر نايتد واتشيلسي، ده في أول أسبوع الأسبوع الثاني هيكون ما بين مانشستر سيتي وتوتنام، الأسبوع الثالث هيكون ما بين ليفر بول وأرسنال دي أبرز المباراة يعني في أول الأربع أسابيع، بقى الأسبوع الرابع ما بين أرسنال وتوتنام عادي جدا مباريات كمة في أول أربع سبيع عادي جدا فيش مشكلة خالص فيش اعتبارات لأي حاجة خالص انت بتحط الجدول بطريقة فيها شفافية كبيرة جدا وخصوصا انت بعد ما بتتواصل مع رابط المشجعين أو رابط المشجعين لكل الفرق وبعدين بتتواصل مع الأمن وكل المسؤولين على الجانب المرورية في الدولة وبعدين بتشوف إمتى ممكن أعدل في المباريات ولو أعدلت بيبقى في معاد محدود قوي وبابلغ بالمعاد اللي أنا هعدل فيه المباراة وكل دي أمور بيبقوا عارفين وعملين حسابها قبل انطلاق الموسم خليني بقى أولا في حتة كمان مهمة قوي إفرتون مثلا عندهم في نص الموسم كده ماتشاط ورابعة دجامدة جدا يعني مثلا يوم 30 نوفمبر عندهم ماتش ليفتر سيتي تمام؟ أدي رقم واحد يوم 5 ديسمبر عندهم ماتش ليفر بول أدي اثنين يوم 7 ديسمبر عندهم ماتش تشيلسي بعد كده ماتش يونايتد يوم 14 منسيستر يونايتد بعد كده ماتش أرسنل يوم 21 كل دول وراء بعد يعني شوف الماتشات كويس زي كل دول وراء بعد ما تلاقيش مثلا ما تلاقيش مثلا بقى رئيس إفرتون أو مالك نادي إفرتون يطلع يقول لك لأ انت إيه اللي انت بتعمله ده انت إزاي تحطي الماتشات دي كلها وراء بعد لا أهدا بقول له هو بعيد تاني ماينفعش وزي ما احنا بشوف هنا عندنا كده حد عامر وكان ده منفعش أنت مستقصدين نادي فلاني وحد بقى يطلع يزعق في التلفزيون وحد يطلع يسرخ في التلفزيون كان ده مش منشوفه خالص هناك خلاص الجدول يتحط بكل عيوب بكل إيجابيات وخلاص انت حتنفزه مفيش نقاش في الموضوع هناك نفسنا في يوم الأيام نحنشوف الدور المصري شبه الدور المزعفنا بقول حاجة صعبة قوي حاجة صعبة قوي قوي كمان يعني لكن هنحاول وخلينا نحلم وخلينا نحاول مع الاتحاد المصري لكرة القدم وفليهم أن هم يحاولوا يتعلموا من الدوريات الأخرى وبتحديد الدور الإنجليزي هيبقى عندنا مصابقة محترمة ليه؟ لأن انت أصلا فنيا على فكرة الدور الإنجليزي فنيا عالي جدا طبعا ليه؟ لأن فيه انتظام في المصابقة ليه؟ لأن فيه ملاعب مميزة جدا فنيا على فكرة برضو عندنا في مصر هنا لعبين مميزين جدا لكن ما عندكش بنية تحتية مناسبة والحمد لله ما بيعدلوها عشان بطولة الأمة وفكرة وإن شاء الله تظهر بالشكل المميز ما عندكش انتظام في المصابقة فبتالي ما بتلاقيش إصارة من ناحية الفنية بتحديد في بطولة الدور فدي كلها مشاكل بطاعيك هذه الإصارة في البطولة يعني دي حاجة ابتدينا أو حبينا نبتدي بيها مع حضراتكو قبل ما نخش في تفاصيل حلقة المهاردة خلينا نروح نشوف بقى إيه اللي اتكتب على النادي الأهلي في الصحف النهاردية اللي بينا مجالة الأهلي اللجنة القانونية بالنادي تبحث الموقف بعد قرار مركز التسوية الاتحاد يعترف بكل الأخطاء ويتعهد بالتصحيح ويؤكد في بيان رسمي نراهم دائما على قيمة ووطنية الأهلي في مثل هذه الظروف مجالة الأهلي الأندية تدعمه وتتضامن معه وأكدت على حقية ومشروعية مطالبهم وقالت بصوت واحد معاكي أهلي الخطيب ألقى حجرا كبيرا فحرك المياه الراكدة الأخبار الأهلي يخطط بهدوء اجتماع الإدارة ضمن قرارات والمجلس ينتظر دمانات جديدة من الجبلات الأخبار المسائي لا صارتي في أجازة الأهلي يوافق على صفر المدير الفني والمجلس جاهز بملف شكوى الجبلائية لألتيكي المساة الأهلي يتراجع عن شراء رمضان صبحي النادي الإنجليزي بالغ في طلباته المالية الانتقال اللاعب الشؤون القانونية تدرس مستجدات أزمة الدوري مع الجبلائي الوزن لا صارتي يتمسك بضم مهاجم لاتيني في الصيف أزمة تهدد بقاء صبحي مع الأهلي وجلسة حاسمة لتحديد مصير الراحلي أخبار كثير مهمة جداً بخصوص النادي الأهلي دعونا نبدأ بمجلة النادي واللي قالت أن اللجنة القانونية بالنادي بتبحث الموقف بعد قرار مركز التسويق التحكيم وزي ما حدثكم كلكم عارفين أن مبارح خرق قرار مركز التسويق التحكيم اللي اللجأ ليه النادي الأهلي وهو تحديد خاص باللجنة الأولمبية صلعوا قرار مبارح وقالوا أن يوم اثنين سبعة حيتم البت بشكل كامل في هذه القضية وكمان قالوا أن احنا طلبنا من اتحاد الكرة أنه يجيب لنا الكتاب وصورة الأصل من الكتاب الرسمي أو البيانة زي اسمي ينازلوا اتحاد الكرة بخصوص الكيد بالتحديد البيان كان يوم عشرة من أول مبارح أو أول مبارح والكلام كان أن احنا هنحل مشكلة الكيد وإن شاء الله حيتم ترحيل فترة الكيد ليوم 5 أغسطس لجنة أو مركز التسويق التحكيم مستني اختار رسمي من اتحاد الكرة بهذا الموقف وإيه اللي وصله مع الاتحاد الأفريكي وهل فعلا هيتم تعديل هذا الموعد بخصوص الكيد ولا لا لأ لأنه دي هي مكمن الأزمة موضوع الكيد ده شيء مهم جدا فبالتالي نادي الأهليين كان معتمد أن الرد يكون سريع من لجنة التسوية والتحكيم أو مركز التسويق التحكيم ليه؟ لأن يوم 30 يونيو تبقى اللي أعلنوا والأرسلوا الاتحاد الأفريكي الاتحاد المصري هو هيكون آخر يوم وآخر معاد تقول فيه الأندلة هتشارك في البطولات الأفريكية بشكل عام فبالتالي أنت حديدت معاد الكالسة يوم 2 سبعة فحيكون خلاص المعاد ده عادة فبالتالي اللجنة القانونية بالنادي الأهلي تجتمع عشان نشوف هتعمل إيه؟ ده اللي كان من مجلة النادي الأهلي برضو آآ خلينا نروح لخبر آخر وخاص بجاردة الأخبار هو اللي بتقول إن أدي الأهلي بيفطط فيه هدوء أصدهم إيه؟ بيفطط فيه هدوء؟ النادي الأهلي بيفطط في البرحلة اللي جاية آآ بخصوص فريق آآ كرة الخضر معاكين النادي الأهلي عمل آآ لجنة للتخطيط آآ بديء آآ رئاسة طبعا الشيخ طاعة سماعيل ومع عضوات كل من كتن الكارير الناصر في كتن خيزيب وبيخططو بشكل كامل بالتنصيق مع الجهاز الفني والتنصيق مع كابتر محمود الخطيب بخصوص المرحلة المقبلة بالنسبة للنادي الأهلي كمان الأخبار تطرقت لاجتماع الإدارة إنه كان من جرى آآ قرارات لكن كان في بعض القرارات أكيد اللي همه ولأكيد كله أربطوها خلاص والمجلس بينتظر ضمانات جديدة من الجبلية ده بالنسبة لجريدة الأخبار الأخبار المسائي بقى بطول إيه؟ إن لسارتي في أجازة الأهلي يوافق على صفر مدير الفني والمجلس جاهز بملف شكوى الجبلية للفيفا لسارتي طبعا سافر خلاص رجوي وبياخد كست من الراحة وقصصا ما فيش ارتباطات بالنسبة للنادي الأهلي أكيد كان عنده تقرير يسلمه لكابتر محمود الخطيب المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي علشان يعني التقرير ده يتم مدرسته ويتم نظر فيه بشكل مفصل ويشوفوا إحتياجات الطريق للمسلم القروي الجديد وده شيء طبيعي يعني شيء معتاد كل سنة بيحصل بشيء دائم يعني في النادي الأهلي المساء بتكلم على إن الأهلي يتراجع عن شراء رمضان صبحي الخبر ده مصحيح المفاوضات لسه قائمة ما بين الأهلي وهادرسفيلد الإنجليزي بخصوص رمضان صبحي الأمور هتستقر على إيه في النهاية هنشوف وهنعرف لكن رمضان صبحي من ضمن أوليات النادي الأهلي في التعاقد معه سواء بشكل دائم أو على سبيل الإعارة المفاوضات يمكن ممكن تكون صعبة شوية وده شيء طبيعي لأن رمضان صبحي لعب كبير جدا ونادي هترسفيلد متمثب كبير وفي نفس الوقت يعني زي ما سمعنا كده من نادر شوئي وكيل اللعب إن في خيار الإعارة طرحوا نادي هترسفيلد على النادي الأهلي إن ممكن الإعارة تبقى سنة كمان وفي نفس الوقت ممكن يكون رمضان جايله بعض العروض من البريمير ليج الدور الممتاز هترسفيلد خلاص نزل درجة تانية فبالتالي دي كلها أمور هيتم الدراساتها من كل الجوانب سؤال نادي الأهليك رمضان صبحي نادي هترسفيلد لكن المفاوضات لسه جارية بكل تأثير الوفد بتتكلم على إن الأسارتي بيتمسك بيضم مهاجم لاتيني في الصيف لسه الكلام ده ما تمش استقرار عليه بشكل نهائي أكيد لو فيه اتجاه للمفاوضات مع أي نادي لاتيني أو أي لعب لاتيني ممكن نعرف خلال الفترات اللي جاي بس ده حيكون تبقى لإيه يا جماعة تبقى للايحة اتحاد المصري كوات القدم ولايحة المسابقة الجديدة اللي حيتم اعتمادها سواء حيكون فيه خمس لعيبة أجانب في كل فريق أو هم حيبضلوا الأربعة فبناءا عليه أو ممكن يقلوا كمان يا جس ما أعتقدش بناءا عليه حيتم التفكير بقى هل نقدر نجيب لعيب أجنبي خامس لو اللوائح نتسمح في المسلم جديد هل نحن ممكن نبدل لعيب أجنبي من اللي عندنا بلعيب أخر جديد يكون أكثر إفادة دي كلها أمور متروكة للجهاز الفني ومسطر اللي سارتي بالتحديد وأكيد حيكون فيه اتجاه لحسم تحديد مصير الرحلين ده شيء أكيد مهم والنادي الأهلي وضع لنفسه قايمة معينة بطلبات التعاقدات بالنسجال وخلال المرحلة الجاية وكمان عارف مين ممكن ما يكونش محتاجوا لفترة الجاية فممكن يسوقوا أو ممكن كمان يخرجوا على سبيل الأعارة دي كلها أمور بيفكر فيها الجهاز الفني بشكل جايب جداً وبتركيز كبير جداً لمصلحة النادي الأهلي لمصلحة الفريق وانتنا عارفين نحن عندنا بطولات كتير السنة الجاية إن شاء الله من ضمنها انتهاء بطولة الدوري ده النادي الأهلي استمر يعني مش عارف والله الكرار ممكن يكون إلسة مش عارفين وعندك بقى بطولة الدوري الجديدة وعندك كاس مصر القديم الجديد وعندك السوبر القديم الجديد وعندك بطولة دوري أبطال أفريقيا أ 68 أو الله فعلاً زي ما قلت لكم كان عندك بطولة دوري أبطال أفريقيا كمان جديدة وإي تاني يعني تقريباً دول بس ناشي فالنادي الأهلي باستهد لكل لهذه البطلات إن شاء الله في الموسم الجديد خلينا راح نشوف اللي تكتب عن نادي الأهلي على مواقع يلا بينا سوبر كورا الخطيب وأبو تريكا وصلاح والحضري بمن أفضل 30 لاعب أفريكي في التاريخ اليوم السادع قانونية الأهلي تجتمع اليوم لمناقش تطورات أزمة القيد الأفريكي سوبر كورا بعد شكوى الأهلي الفار على طولة الجبلية في وطن سبورت لجنة تخطيط الأهلي ترفض توصية الأسرتي ببيع ربيعة ومحصن يورو سبورت عربية حسم صفقة رمضان من إنجلترا موقف حجازي فيتو الأهلي يرفض رحيل لعابه إلى الدور البرتغالي الشروق لعب الأهلي يفوز بذهبات بطولة كاليفورنيا للسباحة موقع الرسمي لنادي الأهلي الأهلي يستضيف التصفيات المؤهلة لكأس العالم للأيتام موسيقى سوبر كورا وأخذه طبعا خبر من جالة الفرانس فوتبول واللي قالت طبعا القيمة الخاصة بـ 30 لاعب كأفضل لاعبي قارة أفريكيا على مدار التاريخ منهم مين؟ منهم أربعة مصريين كابت المحمود الخطيب ومحمد أبوتريكا ومحمد صلاح وعصام الحضري دولة أربعة مصريين متقديم في قيمة أحسن 30 لاعب في تاريخ القرى الأفريكية اللي أعلنتها من جالة فرانس فوتبول رقم 11 عصام الحضري دي حاجة كويسة جداً أول عشرة ممكنش فيهم مصريين خالصاً يجي أول واحد من المصريين في مركز متقدم هو عصام الحضري رقم 11 بعدين كابت المحمود الخطيب رقم 13 وبعدين محمد صلاح لي لسه في منتصف مشواره القرى ونتمنى له المزيد والمزيد من التوفيق في رقم 17 وبعدين النجم الكبير جداً ومعشوق الجماهير الأهلوية كابتن محمد أبوتريكا في المركز رقم 18 حاجة تدعو للفخر في الحقيقة نحن يكون عندنا أربع لعابين مصريين في القيمة دي المكونة من 30 لاعب تبقى لمجالة فرانس فوتبول الفرنسية وشيء أكيد مميز جداً يمكنكم تتكلم عن بعض الأسماء ليه مش موجودة لكن ده أكيد من خلال طبعاً الإنجازات اللي حقققها هؤلاء اللاعبين في القرى الأفريقية سواء على المستوى الأفريكي أو المستوى العالمي والمحافل الدولية مع الأندية الأوروبية المختلفة خبر مهم وخبر مفرح في الحقيقة اليوم السابع بتعلق على جزئية أو قانونية الأهلي اللي هي اللجنة القانونية بالنادي الأهلي هتجتمع اليوم لمنقشة تطورات أزمة القيدة الأفريكي وده اللي تكلمنا فيه مع حضراتكو وبعد شكوى الأهلي للفار شكوى الأهلي طبعاً الإنتحاد الكرة عن الفار فبالتالي الموضوع مطروح على طاولة مجلس إدارة إتحاد المصر كورة القدم لكن هنا الجزئية بقى مهمة أولاً سمعت كلام وأكيد حركوا كلكوا سمعتوا إن حيتم يعني التعاون مع الأندية بخصوص دفع قيمة الإستجدام الفار وإن لازم الأندية تشارك في هذا الموضوع لأن تكلفته هتكون غالية قوي حتى لو هتأفجروا بيبقى 3000 دولار للمبرارة الوحدة فبالتالي الموضوع سيكون صحب جداً على التحاد الكورة فبالتالي لازم يتم مشاركة كل الأندية فالأندية لما تشارك كل حد هيدفع مثلاً جزء معين طبقاً يعني الحسابات اللي هتتتعامل في هذا التوقيت بخصوص استجدام الفار فبالتالي كل نادي تقريباً هيدفع 16 مليون 800 ألف جنيه تقريباً مصر يعني فهما بيقولوا نداء عادي يعني في زل الأرقام اللي يصبحها في سوق الانتقالات في كل الأندية المصرية فده عادي من أي نادي يدفع الرقم ده بس هو اللي مش عادي صراحة أن الأندية أصلاً تشارك في استخدام تكنية الفار يعني مفور الاتحاد المصري هو اللي بيكون مكلف ومسؤول بشكل تام على استخدام واستخدام هذه التكنية في بطولة الدوري حاجة غريبة جداً ما عرفش أن دي هكون موقفة إيه بس شيء غير منطقي بصراحة هنشوف في الأيام الجاية الأمور هتمشي إزاي الوطن سبورت بتقول نجلة التخطيط بالأهلي بترفض توصية لسارتي ببيع رامي ربيعة وصلاح محصن الكلام ده لسه سابق لقوانه بشكل كبير جداً رامي ربيعة نجمي كبير جداً من نجوم النادي الأهلي وعد من الإصابة وشارك في بعض الدقائق بشكل مميز ومن الركائز الأساسية في خط الدفاع فصعب شوية من رامي يكون بره النادي الأهلي وفي الآخر برضو يعني عشان أبقى صاريه معاكو القرار خاص بإجاز فاني وخاص بمستر لسارتي هما اللي هيكرروا هل رامي ربيعي يكمل أو لا؟ نفس الحال بالنسبة لصلاح محصن الواطن بتقول برضا أن صلاح محصن من ضمن الأسماء اللي حطها مستر لسارتي أنه مش محتاجهم خلال الفترة الجاية يعني كلها أمور هتتحسم خلال الاستعدادات النادي الأهلي للموسم الجديد وخلال الاجتماعات سواء مع لجنة التخطيط بنادي الأهلي أو حتى مع مدير الكرة والجهاز الفني وكل المسؤولين عن الكرة فيه النادي الأهلي ورئيس النادي طبعاً كابتر محمود الخطيط يورو سبورت عربية بتتكلم على موضوع رمضان صبحي وأن حسم الصفقة ممكن يكون من خلال صفر أمير توفيق مدير إدارة التعقدات بالنادي الأهلي لإنجلترا عشان يحاول يحسن هذا الملف مع نادي هادر سويلد الإنجليزي وزي ما أتحدث لكم لسه رمضان صبحي موضوع بتاعه في الصورة لكن لسه الأمور صعبة شوية وحيتم حل مشكلة رمضان صبحي إن شاء الله قريباً سواء ينضم النادي الأهلي على سبيل الإعارة أو حتى كلاعب دائم في النادي الأهلي بعقد جديد ماكو في أحمد حجازي أنا بقول لكم ماكو في أحمد حجازي من كلاعات تواصل مع اللاعب إن هو الاتجاه الأول بالنسبة له هو الاستمرار في إنجلترا وصعب شوية إن هو يرجع مصر في حالة إن الأمور يعني ما مشيتش كما هو عايز في إنجلترا ممكن أكيد الموضوع حيكون مطروح بالنسبة لأحمد حجازي إن هو يكون منضم ومتواجد في النادي الأهلي لكن الأولوية عنده استمرار في التجربته الاحترافية وبتحديد هو بيحاول إن هو يشوف أو يجيله عرض وسمعنا إن في عروض جات لأحمد حجازي من دورة الإنجليزية المنتاز في تريمير الليج فبناء عليها حيشوف أحمد حجازي حيحدد مصيره بشكل نهائي طيب يعني دي كانت أبرز الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي في المواقع إيه اللي كتب بقى في الأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفين في الخارج خلينا نروح نشوف يلا الشروق الليلة المنتخب يخود ودياته الأولى أمام تمزانيا استعدادا لكأس الأمم البوابة سبورت وزير الرياضة يشهد لقاء مصر وتنزانيا بملعب برج العرب الفجر الرياضي مفاجآت بالجملة في تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام تمزانيا اليوم السابع تدريب خاص لصلاح وأنني قبل ودي تنزانيا بسبب الاستبعاد الوطن سبورت رسالة دعم من ويست برومتش إلى حجازي قبل بروفت تنزانيا كل الأمنيات القيمة علي غزال يكشف استعدادات المنتخب لكأس الأمم الأفريقية صدى البلد وفاجأة مدوية منتخب الجزائر مهدد بالسبعاد من أمم الأفريقية سوبر كورا كاف ينظر اهتماس رافع الإقاف عن جهات جريشا جدا يلا كورا تقارير جلاتا سراي قد ينسحد من صفقة تسيز جيل والصراع ينتقل بين مارسليا واليوم طيب خلينا سريع نروح للناقض الرياضي باليوم السابع أستاذ محمد مراد عشان يكلمنا على كواليس المنتخب والسعدادات المبرال وديه اليوم يا محمد نساء الخير عليك خير عليك أمير وعلى كل المشاهد والقناة الأهنية ودائما تلعاد مطارج كده أمير ربنا نخليك يا محمد ربنا نكرمك يعني طمنا بشكل كبير جدا على معسكر المنتخب الوطني استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية وكمان استعدادات للمبراءة الودية الأولى إن شاء الله النهاردة أمام تنزاني يعني هو إذا ما احنا عارفين المنتخب بدأ يوم ستة معسكره الأول لهم أفريقية نضم كل اللعيبة أيوب أيوب تتكلم معظم اللعبة مقيمة معدى محمد صلاح ومحمد من النهاردة النهاردة يعني أول تجربة أول تجربة أجيري أبلهم أفريقية تجربة شافنة يعني كواليسها مش تجربة ولا صعبة أوي ولا سهلة أوي لكني تجربة الأجيري عايز تستفد منها في بعض النقاط أبيضاء تحسن على بعض اللعيبة اللي يقدر يكتسبهم قبل بتوتوم أفريقيا وفتح لنا بعض المراكز يعني نابيل دونجا لعب رمز من اللعيبة اللي دخلت الماكنة الأجيري جدا أمير الفضل الأثيرة وممكن يقول لي دور من دا؟ نابيل دونجا آآ نابيل دونجا لعب مميز في الحقيقة آآ لعب طبعا طبعا مميز وإذا بقول لك يعني أجيري من اللعيبة اللي عاكبها جدا ظهر لمشitute Curious لكن هو طبعا عن مسوق حظن هو طرق حامد بنيني إن إتنين حاجزين ما أماكنهم فضل واسط مستخب مطر لكن هو اللعب يحاول وأجيري يعني يعني يعتمد عليه هيكون اللعب مقطيب كبير من المشاركة فيabi في طبعا حرص مرمى طبعا معنفسة كبيرة جدا بين محمد شناوي الأقرب من يا محمد؟ الأقرب من وأنت أكيد عندك الخبر اليقين عارف ان انت متابع بشكل مميز جدا منتخب الوطن. تمام. هو الغازة الوطن امير يعني الاعرب لتروتوم افريكيا هو احمد شناوي يعني احمد الشناوي. اه احمد شناوي هو هو الاعرب لغادي الوقت ان هو يكون منتخب مصر بتروتوم افريكيا. طبعا منافسة قوية جدا مشاركة جدا بينه بين محمد شناوي طبعا طبر حادث مصر بكاس العالم طبعا مكان حادث مصر بكاس العالم. اه. او الفطولة الاهم من المصر في السنوات الاخيرة. اه. عنده خبرات كبيرة طبعا كتابة من مشاركة معنادي مؤخرا من وكاس العالم. طب نفسها صعبة جدا امير لكن اه الارف لغادي الوقت هو احمد شناوي والممكن يعني او بنزر بينا اه سليماتش المعارضة برضو طبعا تنزانيا. اه جنش طبعا يعني الجهاز مواقع بي بس هو يعني بعيد او هو الحارس رقم ثلاثة في المنتخب. رقم ثلاثة. رقم ثلاثة. رقم ثلاثة. رقم ثلاثة اه. لكن نسبة مشاركته في ام افريكا ده صعبة جدا. اه. وبيض احمد شناوي وبيض محمد شناوي. اه. مركز المهاجر طبعا بياش هاد برضو اه اه. اه. اه مراهم مرسن هيكون ده ناسيب من مشاركة النهاردة او خوكة بشكل تاني تحديدا. اه. اه. لكن المنافقه امير ما يعني او مراهم مرسن او خوكة. مراهم هو الارب اللو يكون مهاجر من المنتخب اه ام افريكا لغادي. اه احمد علي لمحطران مرسن باللاعب. او المهاجب رقم ثلاثة في اختيارات اكجيري. اه اه. اه تشكيل للارض نهاردة امير يعني احمد شنناوي ببون. احمد أحمد الشناوي أيمن أشرف زهير أيصر أحمد حجازي أحمد علاء أحمد المحمدي طريق حامد دونجا وليد ديمان عبدالله السعيد عمر وردة وقدمنا أحمد علي جوال المعاين من التخب محمد صلاح وأنني بره المطش خالص بره المطش خالص صلاح طبعا يوم الأربع مبارا طبعا الرجل مريحه نفس الأمر برضو قنني والإثنين هيشاركوا في مطش غنية أو بتحديدا أنني هيبتدي مطش غنية وصلاح هيشارك حوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة في مطش غنية الزجين نارض على دكت البودراء طبعا الزجين أحد نجوم طبعا والراجل الخلاص يعني هو عارف مريط لعبه وهو عارف المدام الكبيرة بتاع الكبيرة ويجرد مرتلاف بيجرب بعض اللعيبة في بعض المراكز منهم يقدروا يسديدهم مع أفريق أفريقيا بحرك غياب مثلا صراح غياب عبدالله الطعيد غياب زيجي يكون عند أفصل من بديل يعني هو المنتخب هيتحرك سبعة وربعة متى الملعب ومطش غنية الساعة إن شاء الله الحضور الجمالي بذلك دلوقتي مش كبير قوي طبعا يعني المطش مش 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 غياب غياب النن وغياب صراح فده برضو تمؤثر على ناحية جمهارية إن شاء الله متمنى ساعتين الجاين دول يبقى في البلد كبير وكالعادي يعني زي ما متعودين في سكينيراد حسنا نقدر في غياب جماهيري بيستعينوا بعض المدارس اللذي بكورة في الأندال القريبة من جرق العرب بيحضروا بها المطشاة طيب بالنسبة لمحمد صلاح حال في برنامج بدني محدد موضوع للعب وخصوصا أنه بعد ما انضم متأخر للمعسكر لأنه كان لسا مخلص طبعا نهائي التامبينز ليجو يمبرك له على الفوز بهذه البطولة فبالتالي كان فيه قصة من الراحة ممكن يكون طول شوية لكن بالتالي هل هيكون فيه برنامج خاص لمحمد صلاح لاستعداد للبطولة إن شاء الله بصوة أمير هو محمد من اللول يعني العارف بيعمل وده اللي بيميزه عن أي العيب يعني أنا عارف ومعلومات مؤكد أن صلاح كان بيخوض بعض التدريبات حتى في الأجازة يعني رجل بيحط نفسه برنامج أو بيستعين بالمدارب الأحمل الساعة ليبركول وكان حدوط له برنامج كان بيخوض وهو في الأجازة طبعا محطوط له برنامج أعداد معين مع المكتفى حتى المرح يعني ما أخذش التدريب كله حوالي نص ساعة جاني تدريبات معهم وبعد كده تدريبات جفالة وغلاثات علامة طبيبة بعد التدريب محطوط له برنامج طبعا كان نصلاح يعني من زي الناس اللي بيقولوا صلاح إزاي يوض عشر يام جرما إزاي هو الراجل بيحافظ على نفسه وعارف يام دي شوفنا النظة ساديوماني دي منضم المنتخب بلاده الأجازة اللي حصل عليها دي يعني بعد ضغط مطشاط كبير كده أميري يعني راجل بلاعف أعطاك لعب خمسة وسبعين في المهم المطاق كريو اللي بربول سواء في الدورة أو في الدورة بمشارك النهائي اللي هو الأقوى على مستوى العالم عنده ومش صعب وراجل يعني الراجل عارف ويام لي وكان متواصل مع أجيري فقط منتخب بس أجيري بس أجيري بس عشان كده أجيري وكان رمضي عشان يعني تحديدا أجيري وراجل بالتكلم مع أجيري باستمرار ومتواصل معه واتفق مع بعض على الأجازة ومتعجد أجيري كان بالتفاق مع أجيري لأنك مجابش بأجيري أعطاك أنه لو شايف غياب صراحة يقول لها غلط كان طبعا الراجل اللي هي يعترض أو هيدم وميخ مع أرسن مع أرسن أه مع أرسن ومحمد صراحة نتمنى أن نتاند المتحدة الفترة الجاية وإن شاء الله يبقى بداية خير النهاردة وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله بشكرك يا محمد شكرا جزيلا طبعا زماننا العزيز محمد مراد الناقض الرياضي باليوم السابع والإعلن على كل الكواليس الخاصة بمنتخب مصر في إطار استعداده لبطولة الأمم الأفريقية وكمان استعداده للمبرارة اللي وديها الأولى النهاردة وهي في الحقيقة فقرة مهمة جدا جدا لأن حيكون معنا ضيف من الديوف المهمين أو المميزين جدا والناقض الرياضي كبير وهو الأستاذ محمد القوسي وهنتكلم معاه في العديد من الملفات على الساحة الرياضية المصرية بعد فترة رجعنا لكم مرة تانية بينوارني وشرفني في الستوديو الناقض الرياضي الكبير أستاذ محمد القوسي أستاذ محمد من نورنا مشرفته أهلا بك أمير تحاية لك وتحاية لكل مشاهدة قناة الناد الأهلي دايما بتشرف ظهور معك وعلى شخص قناة الأهلي دايما يعني عايزين نتكلم في البداية عن الملف الشائك المعروف على الساحة الرياضية المصرية وخاص ب مشكلة بتاعة الناد الأهلي واتحاد الكرة ومباريات الدوري ومعادة الانتهاء البطولة واللجوء لمركز التسويات التحكيم وقرار بالأمس كل هذه الأمور أكيد حضرتكم متابعة عن قرب رأيك في هذا المشهد يعني المشهد ده كلمنا في كتير وما زال الحديث فيه موصولا ومستمرا بقوة ما زال الأهلي يواصل خطواته رغم ما حدث في الفترة الأخيرة وبين اتحاد الكرة لكن الذي نخرج به من المشهد أن الناد الأهلي الكل اعترف بحقها الكل اعترف بموقفه الشارعي الكل اعترف بوطنياته وأن الأهلي لا يزيد ولا يحاول استغلال أي شيء للتأثير على حدث موما جاي في مصر الأهلي أول من يقف مع مصر أول من يقف مع كالسامة الأفريقية أول من يدعمها وطيلة عمر الأهلي ده ما بيدعم الأشياء الوطنية اللحنوب لأن الأهلي النادي الوطنية الحقيقي ونبت من شجرة الوطنية كما أكدنا مرارا وتكرارا من قبل على هذا الأمر التحاد الكرة يكفي في بيانه أنه أكد على حق الأهلي على رغبة الأهلي على وطنية الأهلي على قيمة الأهلي على صحة كل كلбы النادي الأهلي ولكنه في النهاية قال أنه يصطدم بالوقت طبعا من وضعنا في هذا الوقت هو التحاد الكرة نفسه هو من صنع الأزمة ووصل إلى مرحلة عدم القدر على الحل فخلاص الأمور أصبحت بلا حلول لا بد أن تلعب المباراة المتوقع الأربع مباريات وحاجة ما بتحصلش في الكون ولا في أي بطولة في العالم أن المباراة توقف ما يقرب من شهر أو أكثر من شهر ومعني كانت تستكمل باقة البطولة في أربع مباراة مهمة تحدثنا طبعا عن سبب الأزمة والأهل اللي كانت بيطالب الأهل لا يطالب إلا بحقوق مشروعة بيطالب بعدلة بيطالب بتكافئ فرص بيطالب بلعب نظيف ولعب نظيف تحديدا لم يتحقق في مسابقة الدوري خصوصا في الأسبوع الأخيرة وخصوصا الجوري الأخيرة التي كان يطلب الأهل فيها أن تلعب كل مباراة في توقيت الوحد كما يحدث في كل الدورات العالم وكما نشاهده في كل مكان وفي كل شيء يعني الوحد يعني خلاص يعني مللنا من الكلام في هذا الأمر أن التحاد الكرة لابد أن يعني يعدل من أوضاعه ويستفيد من هذه الأخطاء نتمنى أن التحاد الكرة يستفيد من هذه الأخطاء ويستفيد فعلا بحق وإحنا السنوات اللي عدد ما استفدناش من هذه الأخطاء يعني دايما بتكون فيه أخطاء وبنتكلم عنها والعالم كله بتحرك وإحنا ما بنغيرش وبنسقط في نفس الفخ وبنسقط في نفس القطأ وطبعا من يسقط في الفخ مرتين ده يعني أعتقد يعني صعب جدا لوحد يقول عليه تشبيه موجود في قناة لها قيمتها بحاجة قناة قيمة الناد الأهلي المفروض نتعلم ونشوف دايما الأزمة كلها حول الجدول الدور وترتيب جدول الدور الكب يمكن أن تحاد الكرة أن ينهي المسابقة قبل انطلاق كالسلوم الأفريقية يعني إحنا عارفين حدث ده من أربعة شهر وكان يقدر يزبط أموره ويزبط أوضاعه وينهي المسابقة لا سيما وإن التلعب في الجدول يحدث مرارا وتكرارا يعني أسبوعيا بيحدث وشهريا بيحدث أسبوعيا ويوميا وفي الساعة حتى قبل الماتشات بيتم تغيير المسابقة لأنه فيش حاجة محددة ومعلومة يعني إحنا بصعوبة شديدة جدا قدرنا نعرف الأربع مبارات هتلعب وإمتى بعد كالسلوم الأفريقية بعدما الأهلي تدخل وطرخ والدنيا حصل فيها أزمة كبيرة جدا بنشوف النهاردة إزاي الاتحاد الإنجليز وأعتقد ده كله كلام كبير جدا بنشوف النهاردة الاتحاد الإنجليز بيصدر جدوله والنهاردة وإحنا في شهر يونيو متى ستنطلق المسابقة ومتى ستنتهي وما هي موعد مبارات كل فريق أدينا لو مسكنا أي ورقة دلوقتي وأريد عايز تعرف أي ماتشل أي فريق في أي شهر في أي توقيت سهل جدا أنك تعرف ده بمنتهى السهولة يعني لو ما كناش قادرين نعمل ده ياريت نقلده ياريت نقلده وإحنا من نرعبش نقلد كمان واضح أننا مش عارفين نقلد أصلا الاتحاد الإنجليزي لما وضع جدول وضع فيه كل الحسابات وكل المعوقات اللي هتقابلوا من دلوقتي لغاية آخر ماتش في البطولة من أول ماتش هتلعب على الأرضك إلى آخر ماتش هتلعب على الأرضك أو العكس كل حاجة واضحة ومحددة من الماتشات اللي هتلعب في دور الأبطال الفيرة اللي بتتلعب أو في الدور الأوروبي أو عندك تصفات كاسة الأمور الأوروبية أو تصفات كاسة العالم أو الدور الأوروبية كل ده معمول حسابه كل ده واضح ومحدد في الدنيا وأعتقد الأمور واضحة جدا برضو بالنسبة لنحن كمصريين واضحة في دور الأبطال السنة جهة يبدأ إمتى وينتهي إمتى والكونفدرالية والتصفيات الأفريقية والتصفيات العربية والارتوضات الدولية المنتخف ده كل واضح مفروض النضع جدوى الواضح ومحدد لأزل الأمر طيب خلينا نروح لفاصل سريع بعد فاصل نرجع نواصل هذا الهوار الشائق مع أستاذ محمد القوسي أنه يقدر يادر كدير بعد فاصل أهلا بحضراتكم من جديد لسه منوارني ومشاركني في استوديو أستاذ ناقد الرياضي الكبير أستاذ محمد القوسي وكننا بنتكلم أستاذ قوسي على الدوري إنجليزي ومننزل الجدوى الخاص بالدوري النهاردة قبل انطلاق البطولة لسه البطولة في شهر 8 يعني قبلها في شهرين وهو تقريبا بالضبط ناس بتبقى جهزة بدري بدري ناس بتحضر نفسها بتحط كل الارتباطات الخاصة كمان بالفيفا والخاصة بالأنديها اللي هتشارك في البطولات الأوروبية عشان ما يبقاش في أي عوائق في سر بطولة الدوري كيف يتعلم الاتحاد المصري واللجنة المسابقات باتحاد المصري إدارة المسابقة من هذه الجزئة بتحيين ده هو التكسيد الطبيعي والواضح لمعنى كلمة الاحتراف الاحتراف الإداري إنك بتدير بطريقة احترافية طريقة محترمة طريقة منظمة طريقة بتحدد كل شيء بتوضح كل الأمور الدنيا كلها بتقاطها قدام الناس كلها قدام الأندية علشان ده هتشوف ارتبطتها هتشوفت لعابتها هتشوفها تماشي مين تدر تشوفها تقعد مين احنا الغد وقت مش عارفين القيمة 25 ولا 30 الأهل بنادي ده لغد وقت لم يعلم بشكل وضع وصريح وكل سنة بخصة في الدارة دي 30 و25 يعني من تثبطها واخلص من القصة دي يعني المفترض أنك تخلص وتحسب قيمتك والأمور تبقى بالنسبة لك منتهية يعني الدورة الدورة الإنجليز بتديره رابطة محترفة رابطة الأندية اللي بتديره نتمنى أن ده يكون في الدورة المصر وندي أهل يطلب بده وكل الأندية الكبيرة والمحترمة تطلب بده رابطة تدير الأندية مع الاتجاه ده حضرتك مع الاتجاه ده طبعا لازم لأن دي هتروعي مصارح الأندية ومصارح الأندية بعدالة مش مصارح الأندية أن أنا أجامل ولا أجاملش يعني يعني في الرابطة دي بتحاول أن تحقق كل رغبات الأندية اللي موجودة في الدورة الإنجليزية حتى أن تستشفر رغبات الأندية عايس لعم عمين ماتشاتك بشكلها أمور كتيرة جدا أنا حاجة رغبات الأندية أنا رايح الناس كلها يعني أعمل ده بس في إطار عدالة وفي إطار عمل نظيف وفي إطار شفافية وفي إطار موضوعية وفي إطار قواعد واضحة ومحددة للجميع الكل عارفة والكل فهمها وبناء عليها محدث يطلع دلوقتي يقول لك لا ده القرعة بتاعت الدورة الإنجليزية فيها مجاملات ولا فيش الكلام ده خالص أن كل حاجة واضحة قدام الناس كلها وفي معايير محطوطة الكل بيلتزم بيها والكل بيقتنع بيها والكل مؤمن بيها لأنه هم الوضع ده فده نتمنى أنه ده يكون موجود في الدور المصري ما دمنا غير قادرية يعني نحن نعمل ده مرارا وتكرارا والعشرات من مسابقاتنا الأخيرة بتواجه نفس المشكلة في التأجيل والأزمات والبداية تبقى أمتى والناية تبقى أمتى وده كلام غير واضح وكلام غير محدد ما نستفيد ونتعلم ما نجيب التجارب دي ونستفيد منها يعني أعتقد نستفيدنا في إطار ظروفنا يعني نشوف ده بيحصل إزاي في إنجلترا وفي فرنانترا في ألمانيا كرة القدم أشبحت يعني صناعة تدار تدر أموالا وأرباحا كثيرة على منظمية بنشوف أن أول الدور انجليزي بيأخد مبالغ مالية مهولة والأخير حتى الوابط بيأخد يعني المفروض دي قيمة بتاعت المسابقة مش القيمة عندي المسابقة متلاش بلا قيمة أنا لو عملت ده هجيب القيمة يعني يعني عملوا ده عشان كده قيمتهم عالية فأنت كل ما بتنفق على التنظيم ويكون عندك عدالة ويكون عندك نظافة ويكون عندك شفافية ويكون عندك قواعد اللعبين الأجانب واللعبين المحليين وحاجات ده كلها ده أكيد بيعلق قيمة المسابقة بتاعتك وبيرفع من قدر المنافسة فيها وبيزود المداخل المالية بتاعتك وبالتالي ده نتمنى أن نحن نوصل للنقطة دي إن شاء الله طيب خلينا كده وإحنا مع جمهورنا أو جمهور قناة النادي الأهلي اللي بيتفرج علينا دلوقتين نشوف مثلا كده إيه يوم عشوائي لمباراة عشوائية ليفر بول كل مصر بيتباح عشان خطر محمد أسلح مثلا كده خلينا نجيب كده مثلا أي حاجة طيب أنا قدائما هو جدوى الماتشات ليفر بول فبراير مثلا شهر فبراير 2020 29 فبراير 2020 ليفر بول هتلاعب واتفورد ده بطريقة كده غير مرتبة إطلاقا يوم كام؟ يوم 29 فبراير 2020 هيكون يوم سابن الماتش هتلاعب فين؟ في ملعب واتفورد روح في مارس 2020 الامور كلها واضحة وكلها محددة وامور حاجة تدعو للاحترام ورقة بزيت جدا محددة جدا محطوطة وأعتقد أننا نقدر نعمل يقدر نادي أهل يعرف ما تشاطه من شهر سبعة لغاية شهر سبعة اللي جاي في عشرين هيلعم معامين أعتقد ده جدوى المباراة ليفر بول نحن بنحلم أن نحن نبقى كده بنطمع نبقى كده ونقدر نعمل نبقى كده بقليل من النظام وقليل من ابعد المجمالات ابعد المحبابات ما تبصش لألوان ما تجملش لأهلي ولا زمالك ولا إسماعيل ولا مصر ولا اتحاد ولا أي ند في مصر تجامله على حساب النظام وعلى حساب قواعد اللعب النظيف يعمل حاجة وكله هيخضع للنظام وكله هيحترم هذا الجدل وكله هيقدره أنا أحجز مباراة ليفربول مثلا في شهر مارس اللي جاي يوم 14 مع إفرتون قدر أحجزنا من دلوقتي وروح أتفرج عليها وانا أقعدنا ومتبقى واضحة بالنتبال لكننا دلوقتي ده إحنا دوبة كول مباراة محددين آخر الدور متاعنا هينته إمتى يعني لحدي لسه محدد في المشاهد والسوبر المفروض بنمدق بين المسلم لسه هنبدأ السوبر بتاع السنة اللي فاتت هنلعبه السنة دي والسوبر بتاع السنة الجاية هنلعبه في بعد سنتين وفي كده طبعا يعني أنت ما تعلم من قيمتك ما تعلم من قدرك مفروض بفتتاح بعد نهاية كالسوبر المفروض على طول أول مباراة السوبر المصري بين الأهل وزناك اللي هم الأبطال اللي موجودين أو أيا كان اللي موجودين يعني تبقى الأمور واضحة تبقى الأمور المحددة بالنسبة للناس والناس تقدر تأخذ أجهزاتها وتأخذ راحتها وأقدر أجيب لعيبة وأقدر أشتري لعيبة وأقدر أمشي لعيبة وأقدر أعرف القائمة بتاعت فيها كام وأقدر عنده كام لعب أجنبي لأنه نحن بنفاجأ في اللحظات الأخيرة بحاجات بتحصل نتمنى أنها ما تكونش موجودة نتمنى أن التحاد الكرة يعمل باحتراف نتمنى أن رابطة الانديها للدور الدولي تظهر وتحرك وتشتغل نتمنى أن الملف التحكيمة أعتقد ده فيه جاي هنكلم فيه لكن التحديد في الدور الإنجليزي أستاذ أوسي بتلاقي مثلا ممكن شهر يكون فيه لفريق ست مباريات عادي شهر تاني تلاقي فيه أربع مباريات بس عادي جدا محدش بيشتكي يقول لك أنا إيه عندي ضغط مباريات ورغم كده كمان عندهم بطرات أوروبية بيشاركوا فيها ممكن بيلعب يوم السبت مطش يوم الثلاث مطش يوم السبت اللي بعده مطش إشماعنا إحنا اللي منشتكي وإشماعنا إحنا لما يكون عندنا مباريات مهمة قوي وراء بعض لأ أجلي والنبي المطش ده عشان عندي مطش مهمة في طولة أفريقيا لأ أجلي المطش ده عشان ريح اللعبة شوية إشماعنا إحنا ما هو دي الأمور لأن الأهور مش واضحة ومش محددة والجدول بتحط يعني يوم بيوم أو كل فترة بتحط بنواية معينة أنا لو محدد ما أنت جاء بتقول فيه فترة بيقى فيه ضغط وفيه فترة بيقى أقل فالأنديا بتوزع ده لأن الضرقت في حتى أكيدها هرتاح في تانية لكن ما فيش نادي في الدنيا يقعد مضغوط سيزون كامل أو مثلا تيجي في الدوري التاني وتضغط من الضغطة كاملة يعني أنت بقى الأمور واضحة وأمور محددة وتبقى فيه كلام على الأنديا لا يشارك في دورة الأبطال الماشي أوكي ولا يشارك في الكونترونية ولا يشارك في البطولة العربية ما فيش نادي مثلا نتمنى يا رب أكيد نتمنى في يوم الأيام نشوف دوري مشابه دوري مصري مشابه لبطولة الدوري الإنجليزي النهاردة كمان مجالة فرانس فوتبول أعلنت عن قائمة مكونة من 30 لعب لأنهم أفضل لعبين في تاريخ قرية أفريقيا القائمة دي بتحتوي على أربع لعبين مصريين كابتن محمود الخطيب محمد صلاح محمد أبو تريكا وعصام الحضري تعليق على تواجد هؤلاء اللعبين المصريين في هذه القائمة طبعا يعني دايما أي حاجة متعلقة بأفريقيا مصري بكلها تواجد وكلها تواجد قوي وكلها حضور فاعل لما قائمة بتضم 30 لعب من عبر تاريخ أفريقيا اللي فيها 52 دولة عندك أربع لعبين ضمن 30 دولة منهم لعب اعتزل منذ أكثر من 30 عاما من 1988 كالتن محمد الخطيب واحد من علامات الكرة المطرية ويعني يأتي في مركز المركز الثاني كلعب مصري كابتن أصام الحضري وهو حالس مرمى الأهل السابق هو المركز الأول يعني كترتيب المصريين أصام الحضري أصام الحضري مركز 11 وبعد كابتن كابتن محمد الخطيب 13 وبعد كده حمد صلاح 17 حمد صلاح وكده محمد أبو تريك طبعا وفخر كبير لنادي الأهلي أن نجومه يتصدرون هذا المشهد الأفريقي الرائع طبعا كابتن محمد الخطيب لو تكلمت عن أفريقيا واحد من أبرز الموهب في تاريخ الكرة الأفريقية وتاريخ الكرة العامية لو كان موجودا لأنه كان لهم مكانة مختلفة اللاعب حصل على 10 بطولات دوري مصري 5 كاسم مصري حصل على 2 دوري الأبطال 6-82-87 حصل على كأس الكوش الأفريقية 84-85-86 حصل على أفضل لعب في أفريقيا ما زال حتى الآن منذ 30 عاما يحمل الرقم القياس للعبين المصريين المسجلين في البطولات الأفريقية 37 هدفا رغم أن تزالوا من أكثر من 30 عاما 38 هدف أعتقد بس سبقوا كمان دلوقتي مبوتوا لعب مازينبي أنا أتكلم عن عندك هنا حتى في مصر هنا لم يكسر الرقم حتى الآن يعني بعد كل هذا ويأتي ضمن القيامة فده طبعا شيء مهم جدا يأتي ضمن اللاعبين اللي أتيحت لهم فرصة الاحتراف أعتقد لو كان أتيحت لهم فرصة فرصة ممكن جورجو رئيس ليبريا حاليا هو رقم واحد رقم واحد موجود وده لأنه احترف وجايب عند الخطيب بأجيال كتير جدا وفاز بجزء السلعف في العالم فطبعا هذا الطبيعي فطبعا شيء مهم جدا لأن النادي أهلي يدخل بهذا الرقم وده دليل على قيمة النادي أهلي وقدر النادي أهلي ودائما النادي أهلي هو رافع رأية الرياضة المصرية والكرة المصرية هو مشرف الكرة المصرية أنه في النهاية بيقال أن ثلاثة لعبين مصريين أو أربع لعبين مصريين موجودين في القيمة نتكلم على حد بحجم أبو تريكا له إنجازات وله بصمات عظيمة في الكرة المصرية سواء مع النادي الأهلي في البطاط القرية أو البطاط المحلية أو مع منتقب مصر بالبطاط المحلية نتكلم عن محمد صلاح وهو واحد في المرحلة الحالية واحد من أعظم لعب الكرة المصرية حاجة بيعمل تاريخ غير مشبوك للاعب الكرة المصرية سواء على مستوى الاحتراف أو على المستوى القري أو على حتى مستوى المحلي لما تلاقيه بينافس على جازة أفضل لعب في العالم ويطلع مع أفضل تاتا لعب في العالم وجازة أفضل لعب في أوروبا وياخد جازة أفضل لعب في دولة الإنجليز وهدف الدولة الإنجليزية الذين تستنع الثانية على التوالي حاجة عظيمة جدا وحاجة مشرفة جدا يعني يا رب دايما مزيد من المصريين يشرفون ودائما الأهل يرفع الراية والعلم المصري في المحافة الدولية الكبيرة طيب بخلاف هذه الجزئة بتحديد عايزة أتكلم عن موضوع الفار ولكنت عايزة أتكلم فيه مع السؤال الثاني من حلقة اليوم وبالتحديد قصة الفار ومطالبة النادي الأهلي وكلام من ده وبالتالي شوفنا تحد الكرة حيعرض الملف ده في اجتماع المجلس بتاعه ورغم أنهم كانوا أعلنوا قبل كده قالوا أن الفار حيتم تطبيقه من يوم واحد واحد هذا العام وبالتالي لم يتم تطبيقه إطلاقا والفكرة كمان اللي بتطلعه اللي بنسمحها الفترة دي إنه حيتم اللجوء للأندية للمشاركة والمساهمة في استجدام هذه التقنية هل شيء منطقي من وجهة نظرة؟ يمكن مطالبة بالفار بدأت في مصر تقريبا وكان نادل أهلي من أول ناس اللي طالبوا بيها خصوصا بعد ما كان فيه بعض الأخطاء التحكمية الفجة اللي وقعت في المساوية الدوري وقدم ده طلب رسمي لاتحاد الكرة لكن اتحاد الكرة لم يتحرك في هذا الوقت لإنجاز هذا الملف يعني وعاد الأهلي مجددا يطلب هذا من اتحاد الكرة والحمد لله بدأوا يقتنعه ويمكن حتى بيان اتحاد الكرة الأخير تضمن فتح هذا الملف من اتحاد الكرة سيبزل قصار الجودي وسيسعى إلى تطبيق الفار يمكن النهار ده وخبر وأكيد أنت تناولته في مطلع أخبارك أن الليجنة الحكام بقيادة كابتن عبد الفتاح بدأت تتحرك بقوة في هذا الملف سواء بعمل الفار ده بشكل خاص أو استئجاره من بره ويتحدث عن التكلفة التي قد يتصل إلى 17 مليون جنيه وهو رقم عدي جدا بالنسبة للين أنت تنفقه على التحكيم أنت أنفقت على 25 طاقم أو أقل من 25 أنفقت ما يقل من 10 ملايين جنيه فلما تجيب ده أولا سيعطي الفرصة للحكام المصريين أنهم يديرون مواجهة ليس تجيب حكام أجانب تبقى الأمور بالنسبة لك محسومة لو في أي جدر وفي أي مشكلة تقدر ترجع وتحل أعتقد أن تطبيق تقنيات الفار مهمة جدا في الدوري المصري في الموسم المقبل حتى نتجنب الأخطاء الكثيرين بيشكوا منها والأزمات عشان تبقى الأمور كلها وده نوع من نوع أنواع الشفافية أنت عايزة لخد فار وخدش ويرجع ولو فيه أزمة الناس تشوف لأن الحكم بياخد قراره في فمته ثانية يعني في جزء أقل من الثانية إحنا أحيانا في بعض الألعاب نقعد فيها مرة واثنين وثلاثة عشر أنا أنت شخصيا على ما تقدر تأخذ قرار لا دي حصل الدفاع ضربة جزاء دي ما فيهش ده جون ده مش جون ده أفصايد ده مش غصايد إحنا بلنا نتشكك فيها بلك بهذا الإنسان الذي مطلوب له أن يأخذ قرار سليم 100% في هذا الجزء من الثانية فإذا يعني لم تساعده الظروف ولم يتخذ القرار المناسب يأتي إلى الفار يتخذ القرار المناسب الذي يساعد على تطبيق العدالة الكاملة البعض يقول أن العدالة لا يأتي بالفار يعني أي حاجة جديدة لها سلبيات وليها إيجابيات لكن أنا أرى أن الإيجابيات بنسبة للفار يعني تضغى كثيرا على السلبيات مهما كانت وأعتقد أن ده يحل يعني إشكالية كبيرة في الدور المصري نتمنى بإذن الله أن ده يكون موجود ومطبق ولا سيما شوفناه هنشوفه في كاسم أورا فرقية شوفناه في كاسم أورا فرقية خلاص بدأ يأخذوا كل المطلوب أعتقد في الدور الإنجليزي يحيبقى موجود في المسلم يعني الناس كلها بدأت تأثير في هذا الطريق يعني البعض بقولك إحنا عايزين الحكم بشخصيته بأخطاءه البشرية وده متعة كرة القدم يا سيدي يا متعة كرة القدم لا تتحقق إلا بالظلم أو بأخطاء المتعة في العدالة لأن كل واحد يأخذ حقه وفي أوقات كثيرة جدا الفار مرحة حقوقا ضائعة وفي بطولات كبيرة جدا بتحتاج لتواجد الفار علشان نقدر نحصل قرارات مهمة ومصرية وحاسمة في اتجاه تحديد بطل أو توجيه بطولة بشكل معين فمهم جدا أننا نتهم بهذا الأمر هل ده ممكن يقلل من استجدام الحكام الأجانب في مصر وبتحديد في المبارات العادية نحن السنة دي بنشوف كل أسبوع طريبا فيه حكم أجنبي في دور مصر لكن هيبقى مبارات الأهل والزمالك مثلا بحكم أجانب حتى لو جبت الفار لكن ممكن ده يقلل شوية من استجدام الحكام الأجانب مكام الهائل شفناها هذا الموسط ده ممكن ينهي مسألة الحكام الأجانب اللي يجي يحكمه ولا يتوقع كما كنا من قبل السنة مبارات الأهل والزمالك تضرب حكم أجانب وبو بلفار برضو موجود زي ما بتقول ده حيزيد من القوة وهيساعد الحكام الأجنبي لأنه يا ما حكام أجانب جمه والحكم الأجنبي ما هو بشر زيك لكن ميزة الحكم الأجنبي على الحكم المحلي أنه هو واخد ثقة مؤهل بشكل مميز بياخد مقابل مالي كويس بتم اختارهم بعدالة ونزاوة شفية كبيرة وتعمل دراسات لشخصياتهم وقدراتهم وقدراتهم على اتخاذ القرار أعتقد حاجاتنا واتبخش عندنا فأنا أعمل حاجات دي وفي نفس الوقت بقول حكم بتاعي أنا على سنة ملجأش للفار كتير يعني في أوقات كتيرة جدا مش معقولها أجيب حكم ضعيف فأقوله خلاص بقى كل خمس زي هطلع أروح للفار يعني الفار ممكن يساعدني في لعبة 2-3 المسارحة للهم الجدل الكبير جدا فأعتقد أن ده سيقلل من استخدام أطقم أجنبية فمهم جدا أن احنا نستفيد بهذه أكيد ده شيء مهم الملف الأهم بقى النهاردة هو خاص بمنتخب مصري ومشاركته في بطولة الأمم الأفريقية وبطولة على أرضنا وسط جماهيرنا فبالتالي بطولة مهمة جدا والمطلب الأساسي أصبح هو الفوز بهذا اللقب بالنسبة للشعب المصري شايف الاستعدادات بداية للمنتخب المصري لهذه البطولة إزاي وهل أنت متفائل للمنتخب إن شاء الله يفوز به أو لا؟ بداية بطولة على أرضنا يجب أن تكون الكأس لنا دي أرضنا وكأسنا فإن شاء الله دايما حنقودها ويمكن نحن آخر بطولة نظمناها يعني ربنا أكرمنا وحققنا هذا وحققنا الكأس خارج أرضنا ودايما مصري هي فريق في الصدارة المرشحين لكأس الأمم الأفريقية دائما مصري مرشح للوصول للأدوار النهائية شوفنا مصري ابتعد ثلاث دقائق عادة تاتة واحد ده من تويتر نروح لفيسبوك محمد أندشين ماشي أوكي قال فوز منتخب مصر تاتة سفر علي قال فوز منتخب مصر إن شاء الله يكسب عمر لطفي قال فوز مصر تاتة سفر أمير والأهل فوق الجميع حميد محمود قال فوز مصر تاتة سفر سفر يعني الوضع إن فيه تفاقل بمنتخب مصر يا أستاذ أوسي رغم إنه ممكن كان يبقى الفترة اللي فاتت وده كلام خلاص أغلقناه بخصوص قايمة المنتخب الناس كتير انتقدت القايمة لكن نحن دلوقتي في وقت إنه نحن لازم نسانة كل اللاعبين المتوجدين في الفترة الحالية إن شاء الله عشان منتخب يحقق الهدف المرجو هو الفوز باللوقت يمكن موضوع القايمة ده ناس كتير اتكلمت عليه وأنا من وجهة نظري إن إحنا مش إحنا اللي بندرب المنتخب وش إحنا اللي هنلعب باللعب المنتخب مش إحنا اللي بنفكر بالشكل يلعب بالمنتخب لأن فيه جهاز فن هو اللي بيدرد آه أنا شاف اللاعب ده استحق شاف إن السين صاد ده ده ألف جدولة مجموعة من اللاعب يستحقون الانضمام لمنتخب مصر وهما فعلا اللاعبها قوية واللعبها مميزين وقد يكون بالفعل إن فيه لعبها مميزة بره أفضل من بعض لعبها موجودة في بعض المراكز يعني لكن المدير الفن المنتخب شاف إنه هو عايز ده عشان هيلعب بشكل معين هيلعب بطريقة معين هيلعب بتكتك معين فهو في النهاية اللي هو اللي يتحاسب هو اللي يتحمل مسؤولية يعني أعتقد إنه هو ما فيش مدرب في الدنيا ودي من وجهة نظري وأعتقد وجهة نظر التتفق معي فيها إنه فيش مدرب هيبقى شاف عنده ورقة تقدر تكسبه ويسيب يعني مستحيل يعني مستحيل يعني يعني هل يعني هل محمد صراح مثلا ممكن نستغل عنه ولا أشاف إنه ده يعني فرخة طبيضه لها زهبا فهيبقى موجود معه لشان ده فأي مدرب في الدنيا حتى لو ما كان بيقرأ هذا اللعب أو بينه وبينه مشكلة وبينه وبينه أزمة أعتقد إنه هو حيجيبه وحيلعبه يعني وشفنا ده مع مدربين أجانب كتير برة مصر وجوه مصر شفنا الموضوع ده كتير فأعتقد إنه إحنا لابد أن ندعم المدير الفن المنتهى القوة وأعتقد إنه هو إن شاء الله يحقق أمالنا وحقق طموحاتنا والمنتخب بإذن الله هيصير في الطريق الجيد والطريق المنضمط وإحنا دايما في البطولات المجمعة منتخبنا دايما بيكون تركيز لعبتنا كتير جدا وسأت إنه إحنا دايما في البطولات دي أو في الأشكال هذه من اللعب في المجموعات بنكون مركزين أقوية بكلنا هدف بنسعى لتحقيقه بنمشي خطوة خطوة من هدف حتى نصل إلى الهدف الأخير اللي كله بيسعى لي إن شاء الله مناسبة القوائم بتحديد منتخب تونس استبعد علي معلول هل هي مفجأة بالنسبة لك زي ما هي مفجأة أكيد بكل المتابعين طبعا مفجأة بالنسبة لأن علي معلول واحد من أفضل اللعيبة في تونس وهم يعلمون ذلك وحتى تبقى للحاجات والتسريبات اللي جاية من الإعلام التونسي إن علي معلول استبعدة لأسباب يعني غير واضحة وغير معلومة وأسباب مش منطقية لا تصب في مصلحة المنتخب التونسي وكثير من الإعلامين التونسيين طلبوا بإن علي يكون موجود واعتبروا أن غيابه خسارة كبيرة للمنتخب وشفنا علي يعني دوره بيبقى مميز جدا وكبير جدا مع المنتخب التونسي لأنه في بعض الأحيان بيلعب بطريقة وشكل مختلف كمان عن طريق اللي بيلعب بها النادي الأهلي بتكون أدواره اللجمية أكثر كثيرا من أدواره الدفاعية شايف أنه الحقيقة يعني ظلم في هذا الأمر وأن منتخب التونس خسر أو فقد لعبا مهما كان يجب أن يكون معه في البطولة طبعا علي الكلام كان من يتبقى له أشبه بالصدمة لكن في النهاية استقبل الأمر بشكل عادي جدا لكن الجميل هو موقف الجمهور النادي الأهلي موقف النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي تحديدا يعني أعطى علي معنويات يعني لم يكن يتخيلها حتى أنه علق النهاردة على الكلام ده وقال أن ممكن أنت كلاعب تعمل فلوس كتير تعمل تاريخ كتير لكن ممكن ما يكونش عندك جمهور بحج مواقيمة جماهير النادي الأهلي اللي بتدعمك في كل مكان يعني جمهور النادي الأهلي الحقيقة دي حاجة عظيمة جدا وقفوا مع علي وقف كبير جدا على مواقع التواصل تتماعي شوفنا ده بشكل واضح وشكل كبير وده عادة جمهور النادي الأهلي الحقيقة مع كل الجو يعني جمهور النادي الأهلي عندما يرى لعبا مخلصا للنادي الأهلي ويرى أن هذا اللعب يبزل قصر جهده ويعطي وعنده إخلاص للفنائل الحمراء جمهور النادي الأهلي بيعتبروا ابن من ابنان النادي الأهلي وواحد من اللعبين اللي يستحقون الاحترام والتأييد والدعم أينما كان فهكذا فعل الجمهور مع علي عنوان أخيرا توقعاتك المربع الزهبي في بطولة الأمور أفريقيا ممكن يكون من منتخبات مكوان من مين يعني أنا هتوقع لك مجموعة منتخبات توقع الأربعان أنه في قوة كيرة جدا رقم واحد أكيد منتخب مصر إن شاء الله بإذن الله يكون موجود في المربع الزهبي أتمنى أن المنتخب المغربي يكون موجود في المربع الزهبي القوة الكاروية اللي موجودة بشكل قوي جدا يبقى عندنا مقعدين في مجموعة قوة حتى تنافس على هذه المقعدين في الكاميرون في غانا في نيجيريا في السنغال أعتقد أن دولة الخمسة ستة منتخبات دولة موجودين لكن بإذن الله منتخب مصر سيكون موجود منتخب المغرب يعني يا رب ما يقعش في طريقنا لأن في لعبة كده في المراكز لو إحنا أول وهو تالث مجموعته والطالة التانيين حاجة كده ممكن يقع في طريقنا لكن بإذن الله ممكن نطلع أول وإحنا أول ونكمل في الطريق لغاية ما نوصل بإذن الله كل التوفيق لمنتخب مصر والمنتخبات العربية التونس والجزائر والمغربية يا أستاذ أوسي أنا اتمتعت جدا من توابط حبيبتك معنا المرات حبيب أمير ربنا خليه شكرا 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 دي كانت حلقتنا النهاردة من كلام في الميديا استنونا يوم السبت القادم إن شاء الله في نفس التوقيت الساعة السادسة مساء وحلقة جديدة من نفس البرنامج إن شاء الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة